أهلا بكم سنة خمسة في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية هنشرح مع بعض درس جديد بعنوان شخصيات مصرية مؤسرة هندرس مع بعض إن شاء الله شخصية مؤسرة جدا وهي شخصية الملك مينة أو الملك نعرمر وهو موحد الكترين أولا الملك مينة هو مؤسس أول أسرة حاكمة في تاريخ مصر وده يعتبر طبعا حاكم مدينة طيبة اللي هي حاليا محافظة الأكثر حاليا وأطلق المصريون على الملك مينة عدة ألقاب يعني كانوا ملقبينه بملك الأرضين اللي هو يقصد بيها مصر العليا ومصر السفلة ملك مصر العليا والسفلة صاحب التاجين نصر الجنوب وسعبان الشمال وكله طبعا ده يرمز إلى مين يرمز إلى مصر طيب إيه هي أهم أعماله إحنا عارفين يا حباب قلبي إن مصر كانت مفككة غير موحدة فهو استطاع توحيد البلاد سنة 3000 قبل الميلاد بعد فترة طويلة من الانقسام والتفاكك زي ما قلت كمان عمل إيه كون حكومة مركزية قوية وتعتبر دي أول حكومة مركزية رقم ثلاثة كون جيشا قويا ليه طيب عشان يحمي بيه البلاد أنشأ أو بنى قلعة اسمهي القلعة من نفر في مكان متوسط بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب طب ليه عشان تكون هذه القلعة عاصمة للدولة الموحدة كمان عمل إيه تعني من نفر الميناء الجميل أو الجدار الأبيض وهي الآن منطقة ميت رهينة بمحافظة مين بمحافظة الجيزة أطلق عليها العرب عند فتح العرب لمصر منف بدل من نفر سموها إيه منف ودي كانت مهمة منفى الإشراف على بلاد الدلتة بعد ضمها إيه إلى ملك الصعيد اللي هو الملك إيه ميناء إحنا قلنا إن الملك ميناء انتصر على مملكة الشمال وضم مملكة الشمال إلى مملكة الجنوب وأصبحت مصر الموحدة أهم أعماله إيه أو تم تسجيل انتصاراته أو انتصارات الملك ميناء على مملكة الشمال وتوحيدها تمام؟ على وجهي لوحة اسم اللوحة إيه؟ اسمها لوحة نعرمر لوحة إيه؟ نعرمر ودي محفور عليها حفر بارز بيشهد لصانعها بالدقة وإيه والإبداع وإذن محفور عليها حفر بارز بيشهد لصانعها بالدقة والإبداع زي ما إحنا شايفين في هذه إيه الصورة هندرس شخصية تاني مصرية مؤثرة وهو مين؟ الملك تحوتموس الثالث هو أحد ملوك الأسرة السامنة عشر أسرة 18 في الدولة الحديثة لازم أبعرف المعلومة دا أصبح على مصر وهو ما زال صغيرا يعني كان سنه صغير خالص دوال الحكم ونقش مراكم تتويجه على جدران معبد إيه القرنق إيه هي أهم إنجازاته أو أهم الأعمال التي قام بها الملك تحوتموس الثالث إحنا هنا هنقسمها على أكتر من حاجة أول حاجة على الجانب العسكري يعني عمل إيه بالنسبة للجيش أول حاجة اهتم بالجيش اهتم بإيه بالجيش وتدريبه وزودوا بالفرسان والعربات إيه الحربية الحديثة رقم اتنين بنى القلاع وإيه والحصون كمان كان من أعظم القادة العسكريين في مصر القديمة قادة الملك تحوتموس الثالث العديد والكثير من الحمالات العسكرية الناجحة يعني حوالي مثلا 16 حملة ولم يهزم في حملة واحدة ليه لتأمين حدود البلاد ومن أشهرها معرقة إيه معرقة مجدو اللي انتصر فيها على حاكم قادش واستطاع كمان السيطر على بلاد الشام وبلاد العراق استطاع أن يمد حكم مصر حتى بلاد النوبة ويعتبر هو كون أقدم وأعظم إمبراطورية في التاريخ لمن الملك تحوتموس الثالث طيب بالنسبة للجانب العمراني طبعا بنيت في عهده الكثير من المعابد والمثالات الضخمة بكده حبيبي ننتهي من شرح درس شخصيات مصرية مؤثرة بدعوكم العمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته